فيلم تبدأ قصة الفيلم وبوقت الحرب بين أمريكا والفيتنام ونشوف مجموعة من الجنود الأمريكان وهم يتمشون بالغابات الفيتنامية بالليل أو فجأة المقاومة الفيتنامية اللي رفضت وجود التدخل الأمريكي نشوفهم وهم بدأوا يحددون موقعهم وهم بدأوا يرمون الرصاص والقنابل على الجنود الأمريكان فيتوترون ويبدون يخفون نفسهم بين الأشجار حتى هم ما ينصابون لكن هنا أحد الجنود الأمريكان اللي يكون اسمه يوقع بحفرة وهو يبقى عالق بيها ويبدأ يصرخ وينادي على الأصدقاء لكن ما حد يسمع بسبب صوت الرصاص اللي كان موجود بالمكان هذا وبهاي اللحظة يسمع أحد الفيتناميين اللي يكون نايم بالنفق وهو كان يطلب المساعدة فعرف انه هو جند أمريكي فيأخذ سكين ويبدأ يسحف عليه بهدوء على موضي قتله وأاركسون ما يشوفه لأن راسه كان خارج الحفرة وبهاي اللحظة النقيب ميزروف يسمع صراخ أاركسون فيروح عليها وبهاي الأثناء هم يشوفون رجل فيتنامي اللي يطلق عليهم الرصاص والقنابل وهو موجود بمكان عالي فأاركسون وميزروف يطلقون علي النار ويقتلوا وبثانية من الصبح الجنود يطلعون من الغابات ويروحون للمدينة على مد يتمشون بيها وبعدها يرجعون للمقر مالتهم وميزروف يحكي ويلقائد براوني ويقول له احنا صار شهر كامل انحارب بهاي الأراضي بدون توقف وهو يسأل ويقول له اش وقت تنتهي مدة التجنيد فبراوني يرد علي ويقول له انا ما اعرف اي شي واني جندي حاليا من حالكم بس اللي اعرف قريبا رح تنتهي الحرب واحنا رح ننزع ملابس الحرب ونكون احرار او بعدها مجموعة من الاطفال البيتناميين يقابلون الجنود الامريكان وينطوهم فواكه او ااركسون يشكرهم وياخذ من عندهم الفواكه لكن ميزروف يجي علي او ياخذ منه ثمرة الفواكه او يرميها بالارض ويقول له ممنوع تاخذ من عنده اي شي لان ذوله ممكن يكونون مسخرين من المقاومة الفيتنامية حتى يقتلونه او يسممونه بالاكل فجيش يكملون طريقهم ويوصلون للمقار مالتهم او ااركسون يشوف رجل كبير بالسن وهو جايد يشتغل بالارض او ديعتني بالحيوانات فيروح علي على مودي يساعده وابراوني لما يشوفه ينادي علي ويقول له انا اول مرة اشوفك بالكتيبة لكن انا معجبة باخلاقك او مساعدك للاطفال وكبار السن او يبدأ يسأله مجموعة للاسئلة ويقول له انت متزوج لو لا فاركسون يرد علي ويقول له انا انتقلت الهاي الكتيبة بالجديد او انا متزوج وعندي طفلة وبهاي اللحظة المقاومة الفيتنامية يهجمون على الجنود او قدروا ان يصيبون براوني برصاصة والرصاصة استقرت برقبته والجنود بسرعة ينتشرون حول المقار او ميزروف قدر ان يسيطر على الوضع ويقتل عناصر المقاومة او بعدها هو يروح على براوني ويبدأ يسوي له الاسعافات الاولية على مود يوقف النزيف حتى ينقذ حياته وهو ينادي على مقر القيادة حتى يحصل على الامدادات ويطلب منهم ان يجيبوا له طيارة باسرع وقت ممكن حتى ينقلوا للمستشفى ويعالجوا او بالفعل ينفذون كلامه او بعد ما جيش ينقلون براوني بالطائرة ميزروف يودعه وهو كان منهار بالبكاء وهو يقول الاصدقاء انا احس هاي اخر مرة رح اشوف براوني بيها فهم كانوا يهدؤون بي وياخذوا لي المقار على مود يرتاح او بعد وقت قصير انشوف ميزروف وهو حالته النفسية سيئة ويقول للجنود اليوم احنا اجازة لان باتشر عندنا رحلة استطلاع او انا رح ابلغكم بالتفاصيل اول ما نتحرك باتشر الصبح فاحد الجنود يقاطع ميزروف ويسأل عن براوني ويقول له شون صارت حالته لكن ميزروف يصدمهم ويقول لهم انه هو مات او بالليل ميزروف يروح للمقار ويجند جديد اسمه دياس او نعرف ان القوات الامريكية رسلت البيتنام حتى يكونوا بمكان براوني او ميزروف يروح للجنود يعرفهم على دياس ويقول لهم حظروا نفسكم اليوم الساعة 5 الفجر رح تبدأ مهمتنا وهو ينطيهم كل التفاصيل ويشوفهم الخريطة ويركز لهم على الاماكن اللي هم رح يمشون بيها ويقول لهم ممنوع اطلاق الرصاص الا بحالة وحدة واللي هي الدفاع على النفس ويقول لهم اني عندي الكم مفاجئة واللي هي رح نختار ابنية من المنازل الفيتنامية حتى ترافقنا بالاستطلاع فهم وكل شي فرحون او بعدها الجنود يدخلون على احد المنازل الفيتنامية او ياخذون من عدها ابنية او ميزروف وكلارك يبدون يكتمون نفسها ويحذرون امها واختها من الصراخ او هم ياخذوها ويعفوها ويروحون واللاحظ ان ايروكسون منزعج من تصرفاتهم فهو يروح على ام واختي البنية ويعتذر منهم على الشي اللي صار ويقول لهم انه هذا التصرف ما يمثل اخلاق الامريكان او بعدها يعوفهم ويروح وراء اصدقائه وبثاني يوم يشوف الجنود والابنية او هم يتمشون بالغابة او يتسلقون قمة جبل عالية فاركسون يروح على كلارك ويطلب منه انه يترك البنية حتى ترجع الاهلها لكن هو يفض ويقول له انت لازم تعرف انه احنا ما رح نسوي لها شي مجرد انه احنا رح نستمتع وياها او نتركها حتى ترجع لعائلتها لكن اركسون ما يقتنعب هذا الكلام ويروح على ميزرف ويرجع على موليته بالبنية لكن ايضا هو يرفض ويقول له شي اللي رح يصير هو امر طبيعي وهذا الشي يصير ويأكل الجنود والجيوش او ميزرف يطلب منه ان يروح على هاردج ويستلم مكان الحراسة او فعلا اريكسون يروح عليه ويقول له انه هذا الشي اللي رح يصير للبنية هو ظلم لكن هاردج يعرض كلامه ويقول له انه ميزروف سوى هيتشو اخذ الابنية من اهلها حتى يصر عدنا طاقة وقوة على مد احنا نربح الحرب ويقول له انا كلش فخور لان انا من كتيبة ميزروف لانه ميزروف هو شجاع وقوي اما هسف نشوف الابنية وهي منهارة من البكاء والخوف بسبب الشي اللي تعرضت الى وكلارك يروح عليها ويبدأ يضايقها او دياس ايضا يروح الى ااركسون ويقول له انا كلش منزعج من تصرفات ميزروف وهاردج وكلارك فاركسوني ساندا ويقول له احنا لازم نبقى ثابتين على موقفنا ونساعد الابنية على موت تهرب او فجأة هاردج يصرخ على ميزروف ويقول له انا جاي اشوف جسم يتحرك بين الاعشاب فميزروف يطلب من كلارك ان يروح على هاردج ويشوف الوضع وكلارك يروح على هاردج ويقول له انه الارض شبه صحراء او ماكو اي شخص يقدر يوصل لهذا المكان لكن هاردج ما يهتم الكلام ويبدأ يطلق النار عليها فميزروف يروح عليها ويضرب ويقول له اني حذرتكم ما تطلقون النار الا بحالة الدفاع عن النفس ويقول له انت هسنبهت المقاومة على مكاننا او والاخر هو طلع حيوان مختبئ بين الاشجار فيعوف ويروح على الابنية وينطيها مسكن الالام حتى تسكن الى الاوجاع اللي صارت عدها بسبب الضرب اللي تعرضت الى وبعدها ميزروف يروح على ااركسون ويقعد يما ويقول له ان يعرف التضايج من عندي بسبب الشي اللي صار لكن انت لازم تعرف انه هاي البنية هي من المقاومة الفيتنامية او ااركسون يستهزئ بكلامه ويقول له انه هذا مو مبرر الخطأك والابنية هي فلاحة واني اعتقد لو براوني عايش كان رفض هذا التصرف ورجع البنية لعائلتها فميزروف ينزعج من هذا الكلام ويروح على البنية ويسحبها من شعارها ويقول لأاركسون ان يعرف كل الجنود الوياية واعرف ولائهم ما عداك انت لان انت انضميت بالجديد للكتيبة وبسبب هذا كلامك ودفاعك عن اللبنية انا رح اشكب ولائك فيعفه ويروح او بعد هالجنود يغادرون المكان ويروحون للغابة وهناك ميزروف يشوف كوخ فيقول للجنود احنا رح نستقرب هذا الكوخ مؤقتا او يطلب من ااركسون ودياس انه يحرسون المكان او ايضا لازم يحرسون اللبنية الوقت ما هو وبقية الجنود يرجعون من الاستطلاع او بالفعل ااركسون يوافق وبهاي اللحظة دياس يروح على ااركسون ويقول له انا كلش خايف من ميزروف لا يجبرنا نحتدي على اللبنية فاركسون يرد علي ويقول له انا رح ابقى ثابت على موقفي وما رح سوى هذا الشي ابدا واتمن انه انت تكون مثلي وبهاي اللحظة ااركسون يشوف اللبنية وهي تنظف بالكوخ فيروح عليها ويساعدها ويقدم لها المي وهي تخاف منه كلش وكان يحاول هو انه يهدئها ويقول لها انا ما رح اكذيك ويطلب منها انه تساعدها على مودي ضمد الهجروحها وبالفعل هي توافق وهو ينطيها وعاد انه هو رح يهربها من هذا المكان وطلب من عدها انه تعتبره صديق مجند امريكي وبعدها نشوف ميزروف وهو رايح يم ااركسون ويعتذر منه على طريقة كلاموية ويقول له اني جايعاني من حالة نفسية سيئة بعد موتو براوني واني تحملت مسؤولية كبيرة واني خايف لانه حس الخطر قريب علينا وممكن باي لحظة المقاومة الفيتنامية يهجمون علينا فاركسون يسامحه وهو ياخذ ويروح للكوخ ويربط ايدي لبنية ويطلب منه انه يحتد عليها لكن ااركسون يرفض وجه السلاح على ميزروف ويقول له اني رحقت لك اذا انت فكرت تتقرب الها لكن ميزروف ما يهتم الكلامه ويقول انه كل الجنود تحت امرتي وهم ينفذون كلامي ويبدأ يسأل الجنود اذا عندهم اعتراض بالتعدي على لبنية لكن كلهم يوافقون انه يحتدون عليها واركسون يصدم انه يشوف دياس غدر ووافق انه يحتد عليها فميزروف يروح لبنية ويحتد عليها قدام ااركسون وهو ينهار من الغضب وشان يريد يساعدها لكن كلارك يمنعه ويوجه السكين على رقوبته وارديش يوجه علي السلاح وبالليل يشوف ااركسون هو قاعد خارج الكوخ ويفكر بالبنية والحالة السيئة اللي تكون بيها فميزروف يروح عليها ويقول له بعد ساعة انت رح تنتهي دورة المراقبة مالتك وتقدر انت تدخل للكوخ وترتاح ودياس هو رح يسلم مكانك لكن هو يجه له وميرد عليها وميزروف يقول له انا يعرف انت تحب الجيش وهو كان حلم طفولتك انه تخدم بالجيش الامريكي لكن انا التحقت بالجيش بالاجبار واني اكره عملي واني كلش جاي اتعذب لانصرة احس نفس الشيطان واني مجاي اقدر اتحكم بتصرفاتي فاركسون يجابه ويقول له انا احب الجيش اللي مهمته الوحيدة هو الدفاع عن الوطن مو استخدام النساء كرهائن ونستخدمه حتى نشبع شهواتنا وبثاني عم نشوف ميزروف واركسون ودياس وهارديج وهم يراقبون مجموعة من الفيتناميين من مكان عالي بالغابة او فجأة الفيتناميين يصعدون بالقوارب او ميزروف يستغرب من الدياس ويقول له انه هذا الموضوع هو امر طبيعي واكيد هم جاي يصيدون الاسماك لكن ميزروف يقول لهم انه انا مو مرتاح او انا احس اكو شي خطأ راح يصير فيطلب من هارديج واركسون ان يروحون للكوخ ويجبون قنابل وذخيرة ويجبون الرصاص بالكامل او يطلب من الدياس انه يطلب لهم دعم حتى يكونون جاهزين لأي لحظة ممكن يصير بها اعتداء وبنفس الوقت انشوف كلاركو هو بالكوخ وهو كان يحرس لبنية واركسون واركسون يجون عليها ويحشولها الى الصار وهم يبدون ياخذون القنابل والذخيرة فيعصب عليهم ويقول لهم انا اريد اروح وياكم واشارك بالمعركة اواني ماريد ابقى احرس لبنية اواني راح اجي وياكم وحارب ويطلب من اريكسون انه يبقى يم لبنية الفيتنامية ويحرسها وانه هو راح يروح ويا هارديج او بعد ما هارديج وكلارك يروحون اريكسون يروح على البنية ويفتح ايدها وهو يشوف عدها ارتفاع بالحرارة فيعتذر الها على الشيء اللي صاروا اياها وينطيها الاكل والشرب فهي تشكرة باللغة الفيتنامية وهو يقول لها انا راح اساعدش مهما كلفنا الامر او بعدها كلاركو هارديج يوصلون يم يزروف وهو يعصب من يعرف انه كلارك ترك اريكسون يم لبنية او يطلب منه انه يرجع للكوخ فورا او يبقى يمها او يرسل اريكسون الى وهو بالفعل نفذ كلامه وبنفس الوقت انشوف اريكسون وهو يجهز نفسه ويجهز العدة حتى يهرب لبنية من الكوخ فياخذها ويطلع او يطلب منها انه تهرب لوحدها لكن هي ترفض وتقول له انه انا كلش خايفة وما اقدر اهرب لوحدي وهي تترجى انه يهرب وياها وهنا اريكسون يرفض انه يهرب وياها ويقول لها اذا هربت انه ياش فاني راح اتعاقب واني راح اعتبر انه انه هربان من الجيش لكن هي ما تهتم الكلامه وتبقى تترجى حتى يهرب وياها فاركسون يستسلم للامر الواقع ويقرر انه يهرب على موده ويساعدها واول ما يتحركون يبعدون عن الكوخ اكلارك يجي ويقول الاركسون انت من رايح فهو يخاف ويقول له انه البنية مريضة جدا وهي طلبت مني انه تتمشي حتى الحرارة تنزل عدها لكن كلارك ما يقتنع بكلامه ويقول له انه القائد ميزروف طلب مني انه ارجع احرس الابنية او طلب مني ابلغك حتى ترجع لهم وتقاتل وياهم فاركسون ينفذ كلامه وكلارك ياخذ الابنية ويروح هو وياها على القمة الجبلية وهنا هارتيج اول ما يشوفها يقول الميزروف انه البنية حالتها الصحية السيئة وهي ما راح تعيش اذا تبقى هيتشي فالقائد ميزروف يجابه ويقول له انا ما اهتم الموضوحة ابدا لان احنا بعد ما نخلص من هاي المهمة انا راح تخلص منها واقتلها فاركسون من يسمع بهذا الكلام ينصدم وهو يقول له لو براوني عايش وكان يسمعك فما راح يقبل اني سوي هيتشي وهو راح يترك البنية ترجع لأهلها اوميزروف يقول له انه براوني مات واني حاليا قائد الكتيبة واذا ما نفذت كلامي وسمعت او امري انا راح قتلك مثل ما اقتل البيتناميين وهو ينطل دياس سكين ويطلب منه ان يروح على اللبنية ويتخلص منها فاركسون يترجع حتى ما يتعرض الها لكن دياس ما يهتم الكلام ااركسون ويروح يتقرب من اللبنية حتى يقتلها واهنانك لاركي تشتفها حتى دياس يتمكن منها ويقتلها بسهولة وبهاي اللحظة ااركسون يعصب ويبدأ يطلق النار على البحيرة حتى يلفت نظر الفيتناميين ويجون عليهم وينقذون اللبنية لكن اللي يصير هو ان المقاومة الفيتنامية كانوا مراقبين ميزروف والجنود فيبدون يطلقون عليهم الرصاص حتى يتخلصون منهم او بعدها تصير اشتباكات عنيفة بين الجنود الامريكان والمقاومة الفيتنامية واهنان ميزروف يطلب من ااركسون انه يبقى يمه وانه يؤمر دياس وكلاركو هارتش انه يروحون على البنية ويتخلصون منها قبل لو توصل فرقة الدعم او بالفعل هم ينفذون كلامه وكلارك يروح على البنية ويطعنها بصدرها او هو يرجع على ميزروف في بلغه انه هو تخلص منها فهنان ميزروف يفرح كلش لانه هو تخلص منها ويروح على قمة جبل ثانية او يبدأ يواجه المقاومة او يبدأ يوجه الهم ضربات مميتة وبهاي اللحظة نشوف البنية وهي صعدة على الجسر او ميزروف من يشوفها ينصدم لانه معتقد انه هي ماتت فهو ينادي على جنوده حتى يقتلوها او ااركسون يروح عليها ويحاول يمنعها لكن هو يضرب ويوقع بالارض وكلارك ودياسو هارديش يوجهون السلاح عليها ويضربوها بالرصاص او بالاخير هي تموت وتوقع من الجسر وبنفس الوقت قوات الدعم توصل او يبدون يرمون القنابل على المقاومة الفيتنامية او بدوهم ويقتلوهم وبهاي الطريقة المواجهة تنتهي افوز الامريكان او بعدها الجنود يرجعون للمقر الرئيسي او ااركسون يقابل صديق اراو او يحكي لاللي صاروية لبنية الفيتنامية ويشون قتلوها قبل لا فرق الدعم توصل وكلارك كان وراهم كان يسمع كل كلامهم فيروح على ااركسون ويقول له انت ميصر تحكي اسرار الكتيبة ويقول له انه ميزروف يريد قابلك بعد ساعة فاركسون يروح على قائد الجيش ويقدم له تقرير على الجريمة اللي صارت فقائد الجيش يقول له انا يعرف انه انت مشتهد وانت مواضب بعملك بس اتمنى انه انت تتكتم على الحادثة او تعتبرها غلطة وصارت لانه ميزروف حاليا مترشح المنصب عالي بالجيش والقادة من يعرفون بالجريمة اللي صارت يسحبون منه الحصانة وباللي انيشوف ااركسون وهو عنده واجب حراسة على احد الاكواخ فييجي شخص غريب ويرمي قنبلة بالكوخ وهاردج ييجي حتى يدخل للكوخ لكن كلارك يجي علي ويمنعه ويقول له انا رميت قنبلة بالكوخ حتى تخلص من ااركسون واهنان ااركسون يشوفهم وهما كانوا يحكون يبعدون عن الكوخ فهو يشك بالامر او فجأة جداحة توقع بالارض وتصير يم القنبلة وهو ينصدم مني شوفها فبسرعة هو يطلع من الكوخ قبل لا تنفجر وهو يعصب من اصدقاء ويروح عليهم للمقر وكانت عيونه مليئة بالغضب وهو يقابل ميزروف ويحكوياب عصبية فكلارك يقاطع كلامه ويقول له انا رح ابقى واراك الحد ما اقتلك او ااركسون يحصب علي ويضرب بالفأس اللي كان موجود بايده ويقول لهم ماكو اي دعي حتى تقتلوني لان انا بلغت القيادة باللي صار او ما حد اهتم للموضوع ولا اكو اي شخص رح يعاقبكم او بعدها يعوفه ويروح واهنان ااركسون يروح للبار على مود يشرب حتى ينسى اللي صاروية لبنية وهو يقابل جنود قائد الفرقة الرئيسية او يحكي لكل اللي صار او قائد الفرقة يوعد انه هو رح يساعده وينتقم من ميزروف والجنود وابثاني يوم جون يطلب من بعض الجنود ان يروحون المكان الحادثة حتى يتأكدون من صحة كلام ااركسون وطلب منهم انه يشوفون جثة لبنية او بعد ما هو يتأكد من وجود الجثة يطلب من جنوده انه يدفنوها وهو يحول ميزروف ودياس وهارديج وكلارك للتحقيق وبالفعل هم كلهم يحترفون بالجريمة وبعد التحقيق يتم الحكم على دياس بالسجن المدة 8 سنوات مع الاعمال الشاقة او ينحكم على هارديج 15 سنة او على كلارك بالسجن المؤبد اما ميزروف يتم الحكم عليها بعشر سنوات او ااركسون نشوفه او كان يتابع المحاكمة او فخر وسعادة لان هو قدر يحقق العدالة ويرجع حق البنية من الضياع قصة الفيلم مقتبسة من قصة حقيقية اول اهنان تكون نهاية الفيلم اشتركوا في القناة